استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استراتيجية دعم السياسات المنافسة والحياد التنافسي وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المنافسة واشدد رئيس الوزراء على العمل لزيادة فعالية جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار الخطة التي تهتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات واشار مدبولي إلى إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحيادية التنافسية والتي تهدف بوضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توفق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحيادي التنافسي